وجدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيد والتجديد على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري كما شدد مدبولي على أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء سواء في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية